اشتركوا في القناة وكبار المسؤولين بوزارة الصحة والمستشفى والفائزين وبحضور نخبة من الشخصيات الرائدة والقيادات الطبية في المنطقة وقام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الخليفة وقائد مستشفى حمد بتوزيع الشهادات والجوائز على الفائزين العشرة وأعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة مع الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة في كلمته بهذه المناسبة عن ترحيبه بمعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي رعي الحفل في احتفال مجلة البحرين الطبية الثامن لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمقالات المنشورة في المجل لسنة 2014 وكذلك الاحتفال ببرنامج المغفور لهو الدكتور علي بن محمد بن عبدالله لتمويل البحوث الطبية وأكد أن البحرين تشهد هذه الأيام طفرة بتطوير نظم التدريب الطبي فيها بتطبيق نظم البورد السعودي بالإضافة للبورد العربي وبتطبيق نظم التعليم الطبي المستمر للتسجيل بالنسبة للأطباء والممرضين بالاتفاق مع الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الطبية مضحا أن البحرين ستشهد أيضا طفرة كبيرة بتطبيق نظام التأمين الصحي والذي سيتيح للمواطن البحريني الحق في اختيار طبيب الأسرة الذي سيقدم له العلاج الأولي واختيار المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج المتخصص من بين مستشفيات خاصة والعامة وصندوق الضمان وهو ما يتكفل بهذه التكاليف مشيرا إلى أن هذا النظام سيفتح باب التنافس بين مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف مؤكدا أن الكفاءة والعدالة والجودة والشفافية هي المبادئ الأساسية بالنظام الجديد وبين معاليه أن الأبحاث والنشر هي من أهم الأنشطة الطبية التي ترتبط اليوم بالترقيات والمستقبل الوظيفي للأطباء الأخصائيين حيث أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقت الحاضر أشد منها في أي وقت مضى فأهمية البحث العلمي أنه المقياس الذي يحدد عظمتها وتفوقها وهو الأساس لنمو وتطور الدول وبالتالي تحقيق الرفاهية لشعوبها كما أنه مرآة تعكس قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية وأوضح أن المشاريع المستقبلية لمشروع مركز الأورام في مستشفى الملك حمد تتضمن طابقا كاملا للأبحاث وكذلك يجري العمل حاليا على إنشاء مشروع مركز التدريب والبحوث في الخدمات الطبية الملكية وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن المسيرة مستمرة للدخول في نشاطات الابتكار والتطوير ذات المردول العالي خصوصا وأن البنية التحتية متوفرة في البحرين معربا عن شكره وتقديره لكافة المنظمين لهذه الاحتفالية من جانبه أعرب قائد مستشفى الحامد الجامعي اللواء طبيب شيخ سلمان بن عطية الله عن ترحيبه برعاية الحفل وزير الديوان الملكي مثمنا رعايته الكريمة وحضوره لحفل النسخة الثامنة من جائزة البحوث الطبية حقيقة هذه الجائزة الإبلدتها من ثمان سنوات وهي تشجيع النشر في المجال الطبي لأن النشر الحقيقة هو شيء مهم جدا من نسب الأطباء لأنه يشجعه مع البحث ويباحثه طبعا في النهاية ينتهي بالنشر والنشر هو نشر المعرفة للجميع فالحين الحقيقة أن الأبحاث هذه دائما تحاول أنك تحسن الخدمة وتحاول أنك تقيم الخدمة وتحاول أنك تعطي خدمة أحسن للناس وهذه الحقيقة هي القصد من البحث العلمي تجارب عملية لها انطباع على الأرض الواقع لا يبقى شيء من بره كلها من دراسات في البحرين وعلى مرض بحرينيين ولها انطباع والله أن هذه المسئلة أفضل من هذه هذه الطريقة أحسر من هذه فهذه طريقة في النهاية البحث يطلع في النهاية بحث عملي يعطي معرفة على شيء محدد وشيء الأفضل هذه أو هذه أدى وتعد جائزة الدكتور محمد بن عبدالله الخليفة للبحث العلمي من أهم الأحداث الطبية في المملكة وذلك نظرا لما توليه من اهتمام ورعاية للبحث البحريني في مجال الطب وفي نسختها الثامنة اتسمت الجائزة بروح المنافسة الإيجابية بين مئات بحث طبي قدمه نخبة من رواد الطب من خلال مجلة البحرين الطبية بمشائر من فخر واعتزاز ها هو الدكتور جميل ناصر يدخل قاعة الاحتفال ترافقه أسرته التي تبادله الشعور نفسه وذلك استعدادا لتسلم جائزة المركز الأول عن بحثه الذي صاقه بجانب فريقه المكون من ستة باحثين مساعدين والذي تناول عوامل الخطورة لاعتلال الشبكية لدى مرضى السكري اعتلال الشبكية من أهم مضاعفات مرضى السكر وهو مرضى شاع جدا في البحرين فكان هدفنا أن نتعرف على العوامل الخطورة بحيث أن نتجنب العوامل اللي لا ممكن تعدل إلى المرضى البحث كان سوينا على تقريبا 22 مركز صحي فجمعنا عينة كبيرة من المرضى وصارقت الدراسة تقريبا سنة كاملة عشرة فائزين استطاعوا أن ينالوا شرف الجائزة تم اختيار بحوثهم عن طريق مجلة البحرين الطبية هذه المجلة التي تعد ينبوع الدراسات والبحوث الطبية في البحرين منذ 36 عاما المجلة البحرين الطبية أسست في 1979 ودكتور محمد الخليفة هو مؤسس لهذه المجلة وكذلك الدكتور محمد من ثمان سنوات اقترح أن يكون فيه جوائز للبحوث تولت مجلة البحرين الطبية جانب التسجيع فليست مجرد مجلة تنشر البحوث لا هي مجلة تنظم دورات وورشات تساعد الأطباء على وجه الخصوص والعاملين في الحقل الصحي بشكل عام عشرة بحوث تنوعت من حيث الطرح والفائدة تقدمت وفضلت على مئة بحث مشارك جائزة تعد من أهم الأحداث الطبية التي تقام بمملكة البحرين وذلك نظراً لاهتمامها البالغ في تحقيق الإنجازات العلمية في مجال البحث الطبي إنجازات علمية طبية بحرينية شق الطريق النجاح حتى توجدها جائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة تغديراً لأهدافها الطبية القيمة التي تعود على المجتمع بالخير بس أمن بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر